مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. موضوعنا للنقاش في أعدد اليوم من قهوة والجرمان يتعلق بالهيئات القانونية المستحدثة مؤخرا والتي أفضأ إليها مباشرة الدستور الجديد. آخرها اليوم يتعلق بمناقشة قانون يتعلق بمجلس حقوق الإنسان. معي بيا الأستوديو للحديث عن هذه الهيئة وهيئات أخرى. السيد الخميسي عثمني الأستاذ الجميع المختص في القانون. مرحبا بك. مرحبا بك سيد يعني الكثير من الهيئات استحدثت أفرزها مباشرة الدستور الجديد. بالإضافة إلى الهيئات كانت موجودة أصلا فيها السابق. هل تعتقد أنه نحن في حاجة إلى مثل هذه الهيئات من أجل تطبيق القانون وتفعيله حقيقة في أرض الواقع؟ بادئ ذي بد أسمح لي لأشكركم على هذه الاستضافة وأوحيي من خلال قناتكم وقناة النهار مشاهدينا الكرام. فيما يتعلق بهذه الهيئات أعتقد أن إنشاءها كان يعني ضروري تكملة لتعديل الدستور الأخير. التعديل الدستوري الأخير لنص على هذه الهيئات سواء فيما يتعلق بمجلس الوطني لحقوق الإنسان أو فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتي. هذه الهيئات أنشئت وإن كان هيئة الوقاية من الفساد ومكافحتي كالنص عليها القانون 0601 62006 كهيئة. ولكن الدستور الجديد في تعديلاته وبالضبط في المادة 222 منه أشار إلى أن تؤسس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحتي. وبالتالي فأن ما نشهده اليوم من إعداد قوانين تنظيمية إنما هو نتاج أو تفعيل لنصوص دستورية تتعلق بمؤسسات استشارية إنشاءها الدستور لتوضع التؤسس وتوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية للقيام بمهام سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو فيما يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتي طيب بما أنك ذكرت هذه الهيئة المتعلقة بمكافحتي الفساد هل تعتقد بأن في السابق لم تكن هناك آليات تسمح بتوقيف كل من له علاقة بالفساد في الجزائر لنكون اليوم في حاجة إلى استحداث هيئة بمختصين في هذا المجال لربما محاسبة كل متورط في هذه الظاهرة في الحقيقة أن الآليات لمكافحة الفساد الفساد أقول لأن الفساد كظاهرة دولية ليست فقط ظاهرة وطنية كجريمة لا تمس فقط دولة وإنما تمس العالم بإثره جريمة اللي ربما تمتد لأكثر من دولة في آن واحد جريمة خطيرة المجتمع الدولي كله إعلن الحرب على الفساد الفساد في جميع القطاعات وليست فقط في جانبه المالي وإنما في الجوانب المختلفة هذا الإعلان كان لزاما على الجزائر أنها أيضا تتجه هذا المنحة وفي سنة 2006 اصدد قانون الوقاية من الفساد ومكافحة اللي هو القانون 06 1 وهذا القانون ما يتضمن فقط الآليات وإنما يتضمن أيضا الجرائم والعقوبات اللي نص عليها في النصوص نتعوه إلى جانب هذه النصوص الردعية اللي نقول أنها عقابية فيما يتعلق بكل شخص تثبت في حقه وقائع تشكل جريمة تبقى لهذا القانون وحدثت آليات أخرى لأن مكافحة الفساد أيضا لا يتطلب فقط نصوص تجريمية بقدر ما يتطلب الكثير من الآليات وتضافر الكثير من الجهود من أجل القضاء عليه إما قبل حدوثه وإما بعد ذلك استدركه بعد ارتكاب الجريمة لهذا القانون 0601 انشأ هذه الهيئة ولكن لم تنصب لسبب ربما أنه أن الجزائر لم تكن في تلك الفترة مؤهلة أو مستعدة لإنشاء هذه الهيئة أو للقيام بها أو تحريك هذه الآلية وتفعيلها لم يتم منذ سنة 2006 تنصيب هذه الهيئة اليوم بعد أن نص عليها الدستور وأقول أن الدستور نوع ما أعطى لها طابع أقوى لما ينص عليها الدستور ليس فقط قانون والدستور هو القانون الأساسي والقانون الأول لما ينص على هذه الهيئة معناها أن أعطالها أكبر قيمة وعطالها أكبر قوة من أجل القيام بالمهام أنتحها وبالتالي جاءت هذه الهيئة بنصوص دستورية واليوم تتجسد في الواقع من أجل القيام بدور أقول بدور لأن لماذا؟ أعتقد أن الهيئة هذه لها أكثر من دور وسنتكلم عليها ربما في أسئلة العنوان عدد اليوم القانون الجزائري بين الهيئات المستحدثة وذهنيات الأفراد الفرد الجزائري معروف بعدم التزام بالقانون هذا شيء طبيعي ولا بد أن نذكره في أي موقف يتعلق بمعالجة القانون هل تعتقد بأن الاكثار من الهيئات هذه المختصة في القانون أو التي تحاسب أي من يخطئ هي الكفيلة بغرص ثقافة الالتزام بالقانون في الجزائر أعتقد أن اسمح لي مع مكافحة نخذ مكافحة الفساد مثلا هل بزيادة عدد الهيئات وتبديل أو تغيير التسميات سنقلل من الفساد في الجزائر أعتقد أن الهيئة لم تكن لها مهمة محاربة الفساد بقدر ما أكلت لها مهمة استشارية لرئيس الجمهورية لما نتصفح سواء القانون المتع 0601 أو حتى النصوص الدستورية لتشمل المبادئ العامة نستشف أن وحتى الباب الذي يقول شيئت في تحته في الدستور وهو باب المؤسسة الاستشارية معنى هذا أن هذه الهيئة لها دور استشاري بالأساس أنها تقدم استشارات لرئيس الجمهورية من أجل أخذ تدابير معينة في الحين لمحاربة الفساد هذه هي المهمة الأولى المهمة الثانية وهي أنها تؤدي دور التوعية تؤدي دور المراقبة تؤدي دور تقييمي تؤدي دور إعداد تقارير سنوية تقدم لرئاسة الجمهورية كل هذه مهام ضرق إلى أي مدى تنجح من خلال القيام بهذه المهام من الحد من الفساد هذه مسألة ربما قد توضحها الأيام المقبلة عند ممارسة مهام شأنها شأن مثلا الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان والتي ستصبح اليوم مجلس لحقوق الإنسان هل تعتقد بأن هذا كفيل أيضا بالحفاظ على حقوق الإنسان أو تحقيق مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع الجزائري وحماية حريات الأفراد وتفعيل القانون بالشكل المطلوب وهي أيضا هيئة استشارية كما ذكرت نعم فيما يتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كانت موجودة الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان منذ سنوات وقامت بدور وإلى أي مدى نجح هذا الدور أو نجحت في تكريس واحترام حقوق الإنسان في الجزائر هذه مسألة تأخذ الكثير من النقش ولكن اليوم في الدستور الجديد الدستور الجديد نوعا ما من الناحية الشكلية أنه قام بترقية هذه لم تعد هيئة وإنما أصبحت مجلس والمجلس عادة تلمت كلمة لمجلس وطني معناها أنها أصبحت أكثر أهمية أكثر حجم أكثر قوة للقيام بالمهام من تح هذا هو المنظور الشكلي أو الدراسة القراء الشكلية الأولى للمجلس من ناحية المهام سيدة عثمني لو المواطن البسيط الآن يشوف فينا رح يقول ما الفائدة من هذه الهياكل التي في الأساس لا يلمس نتائجها على أرض الواقع لأن في النهاية هدفنا مكافحة الفساد هدفنا القضاء على الجريمة هدفنا الحفاظ على حرية الأفراد هدفنا كل ما هو إيجابي وجيد لهذا المجتمع أو لهذا الفرد الجزائري في النهاية إذا تكلمنا كثيرا عن هذه الهيئات عن ترقيتها إلى مجالس أو تغيير اسمها أو تغيير حتى أعضائها والقانون الداخلي لهذه الهيئة ما هي الفائدة التي ستعود على الفرد الجزائري هذا هو الشيء لطلبه المشاهد سيد الكريم يجب أن نميز بين الأهداف المتوخات من استحداث آلية معينة ووضعها في العمل وبين ما تحققه أو ما قد تحققه أو لا تحققه وهذه مسألة أخرى المطلوب أو المتوخة من هذه الهيئات قلت هو تقديم استشارة لرئيس الجمهورية وهذا في حد ذاته رح يفتح مجال كبير من أجل أولا تكريس مبادئ حماية حقوق الإنسان ثانيا مكافحة الفساد أيضا استحداث آليات والتدخل بنصوص قانونية التدخل بآليات ربما وبمؤسسات من أجل مكافحة الفساد هذا جانب الشقة الثاني عندما نقول أن الهيئات لها دور استشارة لها دور تحسيسي أيضا حقوق الإنسان حتى نكون واضحين لماذا تستحدث الآليات والهيئات ورغم ذلك تنتهك تبقى حقوق الإنسان تنتهك لأن حقوق الإنسان هي إيمان هي فكرة فكرة في كل الدول المتطورة الآن حقوق الإنسان هي فكرة تنشأ مع الجيل تدرس في المدارس تدرس في الأسر في المجتمع في الشارع عن طريق هيئات حكومية غير حكومية عن طريق مؤسسات هي ثقافة تبنى للفرد الجزائري حتى يصبح قادر على أولا أن يؤمن بفكرة حق الإنساني والكرامة الإنسانية والقداسة على الإنسان ثم بعد ذلك يجسد حقوقه وأنا أقول لك أن الإنسان الذي لا يؤمن بقداسة الإنسان لا يمكنه أن يحترم حقوق هذا الإنسان نفس الشيء تعلق بالالتزام بالقانون أو الثقافة تطبيق القانون في أي مجتمع معه وانت ذكرت سيدة عثامنية وضربت المثال بالمجتمعات المتقدمة في هذا المجال مثلا نخذ دول الأوروبية الفرد الجزائري لما يكون هنا في الجزائر لا يلتزم بالقانون لما يزور مثلا بلد أوروبي تجده يلتزم بالقانون وقد لا ربما تعتقد بأنه جزائري في النهاية هذا على المستوى البسيط حتى يفهمنا المشاهد لأنه كل من بسط الأمور كل ما تكون أمور واضحة لما ذكرنا وقلنا بأن القانون الجزائري بين الهيئات المستحدة وذهنيات الفرد الجزائري على سبيل المثال المسؤول الجزائري لا يوجد تقافة الاعتراف بالخطاء أو الاعتراف بمسؤوليته عن أي ممكن شيء يترتب عن المنصب الذي هو موجود فيه ثقافة الاستقالة مثلا منعدمة يعني كل ما يكون فيه خطأ يحمله للذي تحتهو هكذا دولي بطبيعة الحال هذه ثقافة هذه تبنى بمجتمعات سنوات وبعشرات لبناء مجتمع يؤمن بثقافة معينة احترام القانون هو كمة الفضيلة احترام القانون هو ثقافة لا يمكن أن تنشأ هكذا نجد أشخاص متألمين في الجزائر أقول ومع ذلك ومع ذلك ينكرون على الآخرين حقوقهم بالبسيطة جدا نعطيك سبيل المثال للحصر مثلا لما شخص يتابع قضائيا في قضية لا علاقة لها بهاتفه النقال ثم بعد ذلك تتخذ من هذه المتابعة فيه أو لأن المتابعة أصلا هي انطلاق التحقيق لا أكثر ولا أقل ولا استعدانة ومع ذلك يتم كشف هاتفه النقال ومحتوياته والإطلاع عليها بحجة المتابعة أين هي حقوق الإنسان هذا معناه أن هذا الشخص لا يؤمن أصلا بحقوق الإنسان لأن الكثير من الأفراد يؤمنون بالحقوق عندما تتعلق بهم وينكرون على الآخرين هذا نفس الشيء بالنسبة لدول المتطورة في الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأولى في حقوق الإنسان هي تؤمن بحقوق الإنسان الأمريكي ولا تؤمن بحقوق الإنسان الآخر عندما يتعلق الأمر بأمريكي فهو يتمتع بكل حقوقه مئة في المئة أما عندما يتعلق بمواطن آخرين أو دول أخرى ربما قد تفسر حقوق الإنسان تفسيرا آخر مختلف وهذه هي الانتقادات تتوجه لماذا؟ لأن المسألة تتعلق بالإيمان كلما آمنا بفكرة حقوق الإنسان كلما احترمناها والدين الإسلامي يعني أعطانا المبدأ لأساس حب لأخيك ما تحب لنفسك لما ننطلق من هذه الفكرة نقدر نحترم مقاداس الإنسان ونحترم الحقوق نتعرف حتى البسيطة وليس كبيرا طيب نوصل نقاش سيد عثامني تحية متجددة لكل من التحق بين اللحظة القانون الجزائري بين الهيئات المستحدة وذهنيات الأفراد معي دائما سيد الخميسي عثامني أستاذ جميعي مختص فيها القانون كنا نتحدث عن لماذا نجحت المجتمعات المتقدمة وفشلنا نحن في تطبيق القانون أو تفعيله في الجزائر ليس على جميع الأصعدة لكن حتى على المستوى البسيط نلمس هذا الشيء حتى الفرد الجزائري عنده ثقافة التحايل على القانون ولو يعني في أدنى المستويات ربما هذه لأننا نقدر نحصرها في نقطتين أو حسب قراعتي البسيطة يمكن نحصرها في نقطتين أساسيتين النقطة الأولى هي أن بناء أو بناء الفرد يتطلب إلى عمل كبير وعلى مسال زمني طويل أيضا من أجل بناء ثقافة لدى الفرد في الدولة لاحترام القانون واحترام النصوص واحترام حقوق الآخرين يتطلب عمل دقوب من مختلف انتلاقا من المدرسة للأسرة للمجتمع للعيئات للمجتمع البدني كله يعمل بالتضافر الجهود من أجل تكوين وترقية الفكرة لدى الفرد الجزائري فيما يتعلق باحترام القانون المسألة الثانية وهي أن الفرد الجزائري إذا رأى تناقضات وهذا التناقض هذا يؤثر على الإيمان بالفكرة عندما نطالب الفرد باحترام القانون ويلاحظ أن القانون لا يحترم في جهة أخرى أننا لن نطبق القانون في بعض الأحيان بصرامة بصرامة لازمة وإننا نتساهل في تطبيق القانون بين الفرد والضرب هذه كل اختلالات هذه تؤدي إلى خلق ثقافة داخل المجتمع لدى الفرد أن احترام القانون أو عدم احترام قد يتساون في بعض الأحيان وهذه خطيرة جدا بالنسبة هذا هو الموجود حاليا نعم وهذا يؤثر يؤثر سلبا على سلوكات حتى الأفراد وانت أعطيت مثال أن المواطن الجزائري عندما يهرج خارج الجزائري يحضر تقيد بالقانون لما يكون متواجدة على مستوى في الجزائر لا يحترم المبادئ البسيطة للقانون نابعة من هذا الثقافة التي توجد داخل المجتمع وبالتالي أعتقد أن ندور الهيئات لما نشوف الهيئات سواء تعلق الأمر بمجلس الوطني لحقوق الإنسان أو حتى الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة الفسد أنه من بين مهمها والتحسيس والتوعية والأمل من أجل إرساء قواعد وسلوكات سليمة داخل المجتمع للنهوض بفكرة حماية حقوق الإنسان ومكافحة الفسد في آن وحد طيب هل تعتقد بأنه مثلا احترام القانون خرج البلد ثم لما يدخل الجزائر لا يحترمش القانون هل هذا راجع إلى خلل في حلقة معينة منذ إيجاد هذا القانون حتى تطبيقه على أرض الواقع بطبيعة الحال المجتمع مترابط المجتمعية لا بعيدا عن المواطن الجزائري وبعيدا عن الفرد حتى المجتمع المؤسسات حتى المجتمع المؤسسات الدولة الحديثة الدولة الحديثة لم تعد دولة مراقبة أو دولة موجهة الدولة الحديثة أصبح دولة متدخلة الدولة الحديثة تخلق الأخلاق الاجتماعية الدولة الحديثة تكرس مبدأ الانتمام وتعتبر ضرورة استراتيجية لبقاء الدولة الدولة الحديثة تخلق التقاليد والقيم الأخلاقية السامية وترقية وتنميها وتغرسها في الأفراد الدولة الحديثة الآن أصبحت هي التي تصنع حتى الأخلاق الفردية تصنعها الدولة من خلال بطبيعة الحال مناهج طربوية معينة من خلال حركة توعاوية عن طريق وسائل الإعلام وعن طريق الهيئات وعن طريق المجتمع المدني. كل ذلك من أجل تأطير المجتمع والسيرورة به في اتجاه معين لتكريس مبادئ وقيم الدولة ومبقائها. الكثير مثلا نخذ هذا الزوية للنقاش لأن لحظنا مؤخرا عودة الاختطافات. اختطافات الأطفال وكان فيه مطالبة من قبل أفراد المجتمع الجزائري للعودة إلى عقوبة الإعدام وتفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع. هناك من قال بأن المجتمع الجزائري عاطفي ويعني ارتجالي ربما في التعليق على أي قضية أو ظاهرة تتفشى في المجتمع الجزائري ويقول بأن القضاء لا يمكنه ضمان بأن هذا هو الشخص القاتل ويجب تطبيق عليها عقوبة الإعدام. وبالتالي تطبيقها هو أمر صعب وصعب جدا. تفعيل عقوبة الإعدام كرد فعل هو أن نابعة من فكرة المجتمع الجزائري ليس مجتمع قاطفيه ولم يتسرع عندما طالبتها بتفعيل عقوبة الإعدام. بالحكس، هي قسرة الاختطافات للأطفال وقتلهم بطرق بشعه هو اللي خل المجتمع الجزائري يطالب بتفعيل عقوبة الإعدام التي هي في الأصل الموجودة في القانون الجزائري. لماذا ستحدثة؟؟ موجودة. ولكن تفعيل أمر قد. لكم بوجود إلى قد. لذلك يموزين مع قدل تنفيذها فقط. تنفيذها هو الذي كان معلقا. المجتمع طالب بتفعيل. لماذا؟ لأن هذا النوع من الجريمة تفشى بشكل كبير. والحد من أي جريمة تفشت إنما يكون بعقابة رادع. ولا توجد عقوبة أردع من الإعدام في حالات القتل والقتل البشر بهذه الصورة. ما أريد الوصول إليه هو أن الدول التي تفعل اليوم عقوبة الإعدام التي سبقتنا في هذا المجال. هي تملك أكيد الآليات التي تجعل نسبة الخطأ 0.001% لكن في الجزائر هل نحن كذلك هل نملك كل الآليات التي تضمن لنا الوصول إلى الحقيقة دون سلب حياة أحدها بدون وجه حق؟ أعتقد أن الآليات موجودة. وإن كانت ليست بنفس الصورة بنفس الفعالية بنفس الشكل ربما في مجتمعات متطورة أخرى لديها من الوسائل الكثير. ولكن موجود لدينا المبادئ الأساسية الكبرى وهي التقاضي على عيدة الدرجات. عيدة الدرجات التقاضي هذه تحمي أو تقلل من نسبة أوامش القطاع. وهذا هو الأساس. أما مسألة الخطأ القضائي الخطأ القضائي موجود في كل العالم. وورد في كل العالم. حتى في الدول المطورة الطويرة يحدث الخطأ القضائي. ولكن نسبته ضعيفة جدا. أمام حاجة المجتمع للحماية أعتقد أنه حاجة المجتمع أكبر بكثير. منها مش الخطأ الذي قد يقع سواء في الجزائر أو في غير الجزائر. شكرا جزيلا لك سيد الخميسي اعتمني الأستاذ الجميع المختص في القانون. كنت ضيفي هذه هي الصبيحة. شكرا لكم مشاهدين طبا يومكم. السلام عليكم.